أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم نكمل إياكم المحاضرة رقم عشرح حول موضوع الهوائي الدايبول أو فناء القطب اليوم موضوعنا الاستقطاب تعريف الاستقطاب هو تحديد لنمط إشعاء المجال الكهربائي للموجة الكهرومغناطيسية من أي هواء فإذا كان الهواء يرسل المجال الكهربائي عموديا عندها نسمي استقطاب الهواء عمودي أما إذا كان الهواء يرسل المجال الكهربائي أفقيا فسيكون استقطاب الهواء أفقي للإستقطاب فوائد عديدة واستخدامات عديدة لا مجال ذكرها في هذا الباحث البسيط وسيتم التطرق إليها في دورات متقدمة إن شاء الله لنبحث الآن استقطاب الهواء الدايبول نصف الطول الموجي عند ربطه بصورة عمودية كما وضحنا بطريقة السالفة السالفة الذكر فسيكون شكل الإرسال للموجة الكهربائي مناطيسية كما في الشكل شوفوا أخواني هذا الرسم هذا الهواء خليه بصورة وفقية خليه بصورة وفقية هذا هو المغنتيك فيلد وهذا الإلكتريك فيلد شوفوا هذا الإلكتريك فيلد واحد عمودي على الآخر في الرسم أعلى تم تحديد لون المجال الكهربائي باللون الأحمر والمجال المغناطيسي باللون الأخضر حاليا سنهمل المجال المغناطيسي لأنه لا يدخل فيه تحديد نوع الاستقطاب نلاحظ من الشكل الأعلى أن المجال الكهربائي اللي هو هذا فوق هذا يتكون بصورة عمودية وموازية لطريقة الربط العمودي للهواء ذلك سيكون استقطاب الهواء الدايبول بهذه الطريقة هو استقطاب عمودي Vertical Polarization دي شوفون هذا إحنا ما لدينا علاقة بالمغناطيك فيلد اللي هو هذا إحنا علينا هذا المغناطيك فيلد علينا بالألكتريك فيلد المجال الكهربائي المجال الكهربائي يكون عمودي بالهواء Vertical ما اريد سن ندخل بهذه الشغلات سأحنا خلنا نكمل موضوعنا زيان نيجي على الدايبول هواء اثنين الهواء الدايبول الأفقي Horizontal دايبول انتينا هذه الطريقة هي اكثر الطرق شيوعا وملائمة لأسطح المنازل واكثرها سهولة عند النصب ولكنها تحتاج الى مساند لجعل الهوائي طائف في الهواء وكما موضح برسل اخواني شوفوا هذا البيت وهذا الهوائي منصوبه بصورة افقية يحتاج الى مساند هذا مساند يعني بوري او خشبة وهذا ايضا مساند فيتعلق الهواء يكون طايف بالهواء منها عازل ومنها عازل قلنا هذا 10 متر منها 5 متر ومنها 5 متر على الموجة 20 متر وهذا الفيدنج هو سيلك مال ساتيلايت او مال رسيفر 75 اوم او 50 اوم وهنانا يروح للغرفة او للبنائة هنا شي يقول لك ارتفاع الهوائي عن سطح الارض يجب ان يكون على الاقل بمقدار نصف الطول الموجي اي بمقدار طول الهوائي للحصول على احسن كفاءة بالارسال والاستنام يعني شنو طول الهوائي اشقد مثلا منها 10 متر فارتفاع الهوائي ارتفاع الهوائي يجب ان يكون اقلش 10 متر اذا طول الهوائي 10 متر ارتفاع الهوائي اقلش يكون 10 متر بهاي الحالة سيكون ارسال الهوائي واستقباله جيد جدا ان هذه الطريقة يفضلها الكثير من الهوات نظرا لسهولتها وبساطة المواد التي يحتاجها الهاوي في تركيب هذه الطريقة الان نأتي لرسم شكل او نمط الارسال لهذا الهوائي شكل الارسال لهذا الهوائي يعتمد على ارتفاعه عن سطح الارض وسنوضح ثلاث حالات مهمة لشكل الارسال لهذا الهوائي عندما يكون على ارتفاعات مختلفة كما نبين كي نبين اختلافات اللي تحت في الشكل اخواني شوفوا شكل الهوائي ارتفاع الهوائي يحدد جودة الارسال والاستيلان قلنا هو اذا هواء 10 متر طولة ارتفاعه يكون اقلش بارتفاع طول الهوائي يعني اذا هذا 10 متر مننا لهنا ارتفاع عن الارض يكون اقلش 10 متر هاي افضل طريقة اولا اذا كانت طريقة ربط الهوائي افقية يعني مثل هذا افقي والهوائي يعلو عن سطح الارض بمقدار ربع طول الموجة يعني ارتفاع 5 متر مو عشرة هذا ما قلنا عشرة يرتفع 5 متر يعني وعند النظر بالصورة الجانبية لها وسنرى الشكل الشكل التالي شوف هذا الشكل هنا اذا الهوائي كان ارتفاعه ربع طول الموجة مو نص طول الموجة هو المفروض نص طول الموجة فاذا كان ربع طول الموجة حيكون الاشعاع الاشعاع هالشكل شوف اخوان شكل الارسال لهوائي دايبول منصوب بطريقة افقية ومرتفع عن سطح الارض بمقدار ربع طول الموجة يعني منصوب هالشكل الهوائي ومرتفع منها الهنانة بربع طول الموجة يعني مرتفع خمسة متر احنا هنقدر نوضح لكم فائدة الارتفاع للهوائي فالهوائي الدايبول اذا كان مرتفع خمسة متر اذا هو كان نشطل على عشرين متر فراح يكون الارسال ما تتهي الشكل على شكل دائرة تقريبا زيان اه نلاحظ من الشكل السابق ان الشكل الارسال للهوائي عندما يكون على ارتفاع ربع طول الموجة هو شبه دائرة شوفه على شكل دائرة ولا يوجد اي اتجاهية حقيقية للارسال هو المفروض يكون اتجاهي الهوائي الدايبول الافقي بس شيف ناصي لح يكون اداءه كلش موزيا يكون على شكل الارسال على شكل دائرة وهذا الشي موزيا وان معظم القدرة التي يشعها الهوائي تذهب الى السماء وجزء قليل من هذه القدرة ينعكس عن طبقة الايونوسفير ولكنه ينعكس بزاوية كبيرة لذلك سوف تكون من المنطقة التي سقط عليه الاشعاع قريبة نوعا ما زين هذا الهوائي لا يصلح هذا الهوائي الالتصال مع المحطات البعيدة البعيدة عندما يكون على هذا الارتفاع المنخفض لذا سنلجأ الى الطريقة الثانية اذا نقتصر هناك ثلاث طرق لارتفاع الهوائي اذا كان ارتفاع ربع طول الموجة هذا موزين لحيكون هالشكل اللي اشعاع مات على شكل دائري والزاوية ما تهم موزين اكثر الاشعاع لحي اختلق الطبقة الايونوسفير وقسم قليل منها لحي نعكس ويسقط بمنطقة قريبة ولهذا هذا الهوائي ما يصلح الالتصالات البعيدة الشغلة الثانية ارتفاع الهوائي يكون مثل هذا ارتفاع يجب نصف طول الموجة يعني اذا هال عشرة متر ارتفاع عشرة متر هسا نشوف الطريقة مالتي الاشعاع ما تصر هالشكل اذا كان ارتفاع الهوائي عشرة متر او نصف طول الموجة شوف يكون اتجاهي هالشكل وهالشكل وهذا الهوائي اذا كانت طريقة ربط الهوائي افقية ويعلو عن سطح الارض بمقدار نصف الطول الموجة وعند النظر بصورة جانبية للهوائي سيكون شكل الارسال هالشكل شوف اخواني شكل الارسال لهوائي الدايبول منصوب بطريقة افقية ومرتفع عن سطح الارض بمقدار نصف الطول الموجة شوف الارسال مالتي هالشكل وهالشكل هاي الطريقة الثانية نلاحظ من الشكل على ان الارسال مزدوج وباتجاهين متعاكسين شوف هذا اتجاه وهذا اتجاه وان معظم قدرة الاشعاع يتم ارسالها عند الزاوية 45 درجة عن الافق عندها يكون ارتفاع الهوائي بمقدار نصف الطول الموجة عن سطح الارض وكما ذكرنا سابقا ان هذه الزاوية والتي تسمى زاوية الاقلاع تتغير حسب قيمة موصلية الارض تحت الهوائي ولكن هنا قيمة هذه الزاوية تعتمد على ارتفاع الهوائي عن سطح الارض كلما قل ارتفاع الهوائي عن سطح الارض ازدادت قيمة هذه الزاوية وبالتالي قلت كفاءة الارسال والاستنام اما اذا ازداد ارتفاع الهوائي عن سطح الارض قلت هذه الزاوية وبالتالي زادت كفاءة الإرسال والإسلام إذن الهوائي الأفقي يحتاج ارتفاع كلما كان ارتفاع عن سطح الأرض هذا كلما كان ارتفاع عن سطح الأرض أكثر كانت النتائج أفضل وأحسن فهذه الملاحظة مهمة جدا بس نكمل الاحتمال الثالث في حالة إذا ازداد ارتفاع هوائي الدايبول عن نصف الطول الموجي يعني ارتفاع بعد أكثر أكثر من عشرة متر ستزداد كفاءة الإرسال والاستقبال بصورة كبيرة شوفوا أول مرة خمسة متر ارتفاع أداء الهوائي كلش موزين بالإرسال والاستلام من صعدنا عشرة متر ارتفاع الهوائي صار جيد قام يرسل واستقبال بصورة جيدة وهالشكل صار صار اتجاهي من صعدنا أكثر من عشرة متر شوفوا صار ليش أعمال تعالي شكل وردي صار بعد أفضل إذن كلما ارتفع الهوائي الدايبول إلا لا لا كان أفضل هاي مختصر مفيد في حالة إذا ازداد ارتفاع هوائي الدايبول عن نصف الطول الموجي ستزداد كفاءة الإرسال والاستقبال بصورة كبيرة ولكن شكل الإرسال سوف يتمزق إلى فصوص عديدة كما في الشكل شوفوا صار فصوص شوفوا هنا فصين يعني إرسال مننا هالشكل يشيع ومننا هالشكل اتجاهي هنا ايش صار هذا الهوائي صار فصوص وهذا زين يعني مو مو زين هم زين قام يشيع صورة جيدة نجي على الاستقطاب ان استقطاب الهوائي الدايبول المنصوب بصورة أفقية هو استقطاب أفقي وكمان موضح بالشكل شوفوا استقطابه هنا مغنتيك فيلد هاي وهنا عليك ترونيك فيلد هذا استقطاب الأفقي مو هذا لا ايه هذا أفقي من بين شوي يكون أفقي الموجب صورة أفقية هاي هذا شوفوها زين لا نريد أن ندخل في تفاصيل رياضية أكثر حول موضوع ارتفاع الدايبول والاستقطاب وغيرها من المواضيع لما تحتوي على تعقيد يخرجنا من متعة الفواية والاستمتاع بتصنيع الهوائيات وتطبيقها أحسن ارتفاع الهوائي الدايبول هو نصف الطول الموجي أي بمقدار أول الهوائي عن الأرض إن هذا الارتفاع يعطي للدايبول ميزة للإشعاع بزاوية أقلاع 45 درجة تقريبا والتالي يكون مثالي للاتصالات البعيدة إذا أحسن شيء يقول لك يكون ارتفاع الهوائي تقريبا 10 متار عن سطح الأرض إذا كنا نشتغل على 20 متر حتى الزاوية تكون 45 وهي أفضل زاوية أقلاع للهوائي حتى يصل إلى مسافات بعيدة لرسال مالي الشغلة الثانية إنه يكون الأرض اللي تحت الهوائي الأرض اللي تكون هاي على سطح الأرض إذا كان رطب و يعني بيه ماء و بيه أملاح لحيعكس لحيعكس الموجة وتكون الزاوية كل الزينة وتكون زاوية 45 زاوية الأقلاع أعزائي المشاهدين انتهينا اليوم من موضوع الهوائي الأفقي والهوائي العامودي هوائي الدايبوت ثناء القطب إن شاء الله نكمل وياكم المحاضرات في الدروس السابق القادمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته